تواصل وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 450 قضية تمونية بمضبطات بلغة 151 طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط 8 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية فتم ضبط 138 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 723 قضية من بينها 157 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابقة للمواصفات